موسيقى وفي تقديري أنا مش لاعب يد لكن كنت بسعد لما بشوفه وأفضل لاعب دايرة أيضا في تاريخ كرة اليد في مصر الحقيقة هو قرر أن يستمر العطاء من الملاعب إلى الإدارة من خلال عوبيوته في مجلس الإدارة في قائمة الكابتن محمد خطيب أو مجلس الإدارة اللي حاز ثقة الجميع العمومية بعد انتخابات محترمة أشاد بها الجميع في العام الماضي كابتن جوهر نبيل هو وظيفي في هذه الفقرة برحب بك أهلا وسهلا أولا أنا معجب جدا بالأداء بتاع حضرتك من خارج الألفاز والروح الحقيقة اللي طلع من وش حضرتك وده بيدي الحقيقة انطباعة جاي جدا لأي رسالة بتطلعها رسالة حتى لو هي سلبية فبتطلع فيها إيجابية إلى حد كبير ولكن على محطة الأهلي وخانات النادي الأهلي دايما رسالنا إيجابية إيجابية إن شاء الله تسعدني والله الحقيقة يعني وأشكرك عايزة أكلمك عن الأول عندنا بطولة مهمة بطولة أفريقيا لأنديها بطولة دوري لكرة اليد بطولة مهمة في عشر إن شاء الله في أبيتجان وجوهر نبيل هو رئيس البعثة إن شاء الله هتسافر إمتى بارح من مجلس الإدارة على اللي أنا كلفت وزملائي كمان كلفوا ببعض السفريات فأنا إن شاء الله يوم تراح أبيتجان في نصر تنزانيا أه بس لعرحنا ومهند باع ريح لبنان طب كويس يعني فربنا وفى إن شاء الله البطولة تعريبا فيه متشاط إعداد في فيه دلت متشاط في كازابلانكا في المغرب وبعض نطلع إن شاء الله على أبيتجان في شهر عشر بإذن الله آخر شهر عشر بالتوفيق إن شاء الله الفريق الأول لكرة اليد شاء الله وترجعو لنا إن شاء الله يعني مجبورين كده بإذن الله وحملين للقب بإذن الله طيب طيب قولي لما قررتوا تدفعوا مشروع الليحة للأعضاء هل إيه الفلسفة بتاعت مجلس الإدارة في هذا التوقيت هل كان فيه عندكو قناعة تمة فكرة الأعضاء ما كنتش متخوفين وهي نزلة بدون ضبط لغوي بدون تصحيح بدون يعني تدقيق إنها تعمل لكم مشاكل سكوهر فيه عنوان مهم جدا كنا نزلين به أيام الانتخابات عائلة النادي الأهلي فالعنوان ده شامل جدا بكل العناصر والأسئلة لأي حد يسألها لأن اللي بيحصل دلوقتي هو حاجات جديدة بتحصل في النادي سواء على المستوى الإنشائي على المستوى الخدمي على المستوى اللايحة الأساسية ودستور النادي الأهلي فالنهاردة عشان نعمل دستور أو نعمل قانون داخل قلعة النادي الأهلي لازم يكون الفلسفة بشكل مختلف تتواكب والعصر الموجود والفكر الموجود وثقافة الناس النهاردة ما ينفعش تفرد على شخص أو على عضو جمعية عمية للنادي الأهلي إن هو ده تعالى صوت على ده بس يا سلام فبالتالي أنت النهاردة في حراك بيحصل في مصر كلها مش بس في النادي الأهلي وبالتالي النادي الأهلي هو جزء من كل من مصر كلها فالنادي الأهلي دائما ليه المبادرة دائما في المقدمة صحيح في التطوير سواء على مستوى الرياضة مستوى الإدارة حتى المستوى إن شاء الله الإنشائي وشايفين الإنشاءات اللي بتحصل كمان على مستوى دستور وقانون النادي الأهلي لازم يكون فيه اقتراب مختلف مع عضو جمعية عمية عشان كده احنا قلنا احنا مش عاوزين نقرر حاجة لوحدنا لا احنا طرحنا الموضوع لأعضاء جمعية عمية كلها من خلال وسائل مختلفة سواء قناة النادي الأهلي سواء موقع النادي الأهلي سواء صفحة رسمية النادي الأهلي سواء من الإعلام كتيبات موجودة في الفروع والكتيبات موجودة بعثنا كمان كتيبات لأعضاء جمعية عمية الفروع الأندية نفسها موجودة تقدروا يشوفوا وأي حاجة اعترضوا عليها يبعتوها وأعتقد الناس شافت الفترة اللي فاتت بعض الناس كده بتقول إيه هم بس بيبعتوا كده اللايحة ولينا وهما يعملوا هما عوزين صحيح مش كده مش ده اللي احنا سمعناه أول كام يوم إيه اللي حصل الرؤية تغيرت تماما إن تمانين أو تسعين في المية من حاجة اللي اتبعتت من أعضاء جمعية عمية تم الأخذ بيها تم الأخذ بيها وعلى فكرة احنا مش أنبية مش رسل ده منتج بشري في نهاية نه في الآية ده منتج بشري فاحنا بنقول ده رأينا والله لو في أي حد عضو من أعضاء جمعية عمية ليه رأي آخر وشايفينه مناسب لمصلحة النادي الأهلي هي سمي تغييره وبيتغير طبعا احنا مش بنغيره فيه قانونيين بيروح لهم البند ويغيروا وده اللي أطفى مصدقية وشفية الحقيقة على مشروع هذه اللائحة إنه كتير من المقترحات الواصلت أكتر من ألف بقترح حد معلوماتي وصلوا بطرق مختلفة للليحة والحقيقة أنه اللجنة المركزية لإعداد اللايحة برئاسة كابتو محمود الخطيب واللجنة الإعداد والصياغة كمان برئاسة بسشار محمود فاهمي اشتغيت عليها وعادت تعديلها وصياغتها ورفعيتها المجلس الإدارة ووافق على التعديل يعني امبارح أعتقد وافقته على عدد آخر من التعديل للبنود في المجلس كابتو محمود الخطيب في المجلس امبارح وافقنا على عدد من البنود تم تعديلها ومنتظرين كمان احنا فاتحين الباب لغاية يوم تسعة تسعة يوم عشرة غالبا أو يوم حداشرة حسب كابتو محمود الخطيب ما أدعو لأن الجلسة لسه مستمرة مفتوح مفتوح لغاية يوم تسعة هيجي كل التعديلات أول لطلبينه الجماعة عمومية هنقشوا في اللجنة الأول هتتناقش في اللجنة المركزية تطلع من اللجنة المركزية لمجلس الإدارة مجلس الإدارة هينقش ويشوف ويقر التعديلات دي أو لا يقرها ومعظم التعديلات إلا ما يكن كلها طالما في مصلحة الأهلي وبتتفق مع المثاق الإلومبي والقانون بتقره بنقره فأدينا مساحة وبعدين احنا أدينا الكلام ده من بدري يعني قعدنا حوالي أسبوعين ثلاثة الناس تقرى كويس وتشوف مش اللي هو احنا بندي فترة أسبوع اقروا فكتاب قد كده وبعدين قلونا لا احنا بندي فترة كويسة جدا عشان الناس تاخد حقها في القرية المنطلق ده احنا منتظرين إن الناس تتفاعل مع الدستور النادي الأهلي النادي الأهلي كان كبير في مصر في الوطن العربي في أفريقيا تاريخ كبير جدا شفنا جمعية العمومية الحقيقة احنا كنا بنلف يمكن خلينا نرجع لانتخابات شوية كنا بنلف في الأندية وكنا بنقول حاجة واحدة بس يا جماعة احنا نادي الأهلي عاوزين نبقى أكبر جمعية عمومية موجودة في مصر والدول العربية والأفريقية وده حصل انت في عشر ساعات تقريبا من تسع صباحا حتى سبع مساء ما يقرب من أربعين ألف عضو زحفوا إلى الجزيرة لاختيار مجلس إدارتهم بس كنا بنقول رسالك هات ايه مش تعال انتخبوني انزل شارك شارك انتخب اختار ده أو ده المهم تنزل تشارك انت اللي بتقرر ناديك مين اللي هتولاه ولازم يكون ليك صوت وصوت عالي بشكل كبير ويكون في إنجاز في صوتك إنجاز بعلد الحضور وده اللي حصل ونتوقع من عضو الجماعية العممية في نادي الأهل لما منحط الدستور الدستور ده على فكرة مش هيمشي عليه المجلس الحالي والمجالس القادمة كلها هتبقى مشى عليه والكلام ده اللي هيمشي عليه كمان أعضاء الجماعي العممية فمنفعش عضو الجماعي العممية بتاعت نادي الأهلي يمشي على قانون لسنين طويلة استرشادي أو هو مشاركش في صنع أو في وضع ده دبعا أو مفروض على النادي أهل وده ما تعودناش عليه ولكن اللي حصل حصل إحنا دي بقى في وضع مختلف ومغير إحنا بأيدينا نقدر نغير القانون الاستثنائي لقانون دائم ومطروح على العامة عامة عائلة النادي الأهلي كلها في الوسائل المختلفة تعالى قرر قول ناقش الأول غير لصالح النادي الأهلي يتغير وتعالى بعد كده صور طب إيه الهدف يعني إذا كان في وسائل عدة لحوار الأعضاء للحراك المجتمعي لوصول المقترحات عبر الوسائل المتعددة سواء باليد بالصندوق الاقتراحات بالإيميل بالمواقع التواصل الاجتماعي فلسفة أنه هتلتقوا الأعضاء في المقر التلاتة يعني في الجزيرة يوم الخميس كابتن حمد خطيب وبجس الإدارة واللجنة المركزية لإعداد اللايحة والجمعة في مدينة نصر والسبت في الشيخ زي إيه الهدف بنلقاء كبير بهذا الشكل خلينا أقول لك يعني أكلمك في الرياضة عشان أرجع بعد كده في الإدارة تمام في الرياضة لما كان المدربين بالنسبة لنا يجي يشركونا في الخطة تعال ايه رأيك أنا هعمل خطة 3-2-1 بالشكل الفلاني فلما تنزل ننفذ الخطة في الملعب فتبقى بتدافع وتقاتل من أجل تحقيق النجاح لهذه الخطة لأن أنا شاركت في صنع الخطة وده كان اختياري مش اختيار المدرب أو الكوتش بتاعي أو مديري فبالتالي هو ده اللي بيحصل لأن كابتن محمود الخطيب ومجلسه عارفين يعنيه رياضة وعارفين يعنيه إدارة رياضية وحتى لو اللايحة والقانون ودستور النادي الأهلي مش رياضة ولكن الاقتراب منه هو رياضة والتعامل معه بلغة رياضة فاحنا النهاردة بنشرك الفريق بنشرك العيلة زي يقوله عائلة النادي الأهلي فبنقعد في الثلاث فروع نشركهم في القرار بتاعنا في الدستور بتاعنا يعدلوا زي ما ينقشوا يعترضوا من حقهم وفي الآخر مش الموضوع ديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار بالعكس هو ديمقراطية الحوار وديمقراطية في القرار لأن العائلة النادي أهلي كلها مشاركة فيه فهو ده السبب الأساسي أن مجلس الإدارة برئيس كابتن محمود الخطيب قرر اللي هو يعد في الثلاث فروع في ثلاث أيام وراء بعض يوم ستة وسبعة وتمانية ممكن ده تم الإعلان وكان حريص أنه ده يبقى قبل تسعة تسعة عشان يكون فيه فرصة أيضا لأنه يكون فيه مضمون أو فحوة هذه اللقاءات الأسرية ربما تفرز مجموعة من المقترحات يتم تضمنها في التعديلات نحن بنحاول على قد ما نقدر نوصل للعائلة كلها تحتنادي الأهلي من خلال وسائل مختلفة ولازم يكون على الأرض مش هينفع بس من خلال السوشال ميديا من خلال الأعلام سواء المقروع أو المسموع أو المأري لا كمان من خلال الأرض اللي هو فروع النادي الأهلي فإحنا بندعو الناس كلها عضاء الجماعية العمومية يكون موجودة في الثلاثة أيام دول واللي معترض ينزل قبل اللي مش معترض صحيح اللي عنده رأي وشايف إن المجلس ده بيعمل حاجة عشان حاجة معينة لا تعال انزل غير لو أنت شايف فهو إحنا الموضوع مفتوح ودي الميزة الحياة في المجلس ده إن فيه ديمقراطية وفيه صد الرحب وكمان فيه شفافية بشكل كبير إيه المقترح خلال أيام المقبلة يعني بعد مجلس الإدارة في حالة إنعقاد مستمر ما تقروا الليحة هتصاغ بقى في شكلها نهائي كابتن جوهر ويعاد طرحها مرة أخرى للأعضاء لمراجعتها لقرائتها للتأكد من إنها الليحة أو مشروع الليحة اللي شاركه في صنعه زي ما بنقول هو هيتم التعديل وهيتم تعديل البنود اللي بتيجي كلها وفقا لمصلحة النادي الأهلي وقانونية نمراتين هيتم طبعا صياغ أعداد المسودة النهائية للدستور النادي الأهلي ثم هتعرض بعد كده على أعضاء الجامعية العمومية في يوم الجامعية عمومية الغير عادية لا لا هتنشر كمان وقبل الانتخابات بأسبوعين أو بثمانة يام تبقى للقانون شنستقراها براحتها هتنشر قبليها وبعضاء الجامعية عمومية هيكونوا على راية بيها قبليها قبل جامعية عمومية ويقروها أو يرفضوها وإحنا نتمنى الناس كلها تحضر بشكل كبير وتناقش قبل الحضور جامعية عمومية غير عدية عشان ما يقولوا رأيهم يبقى قرار سليم يبقى قرار سليم وفي الآخر لازم المناقشة مهمة وصحية جدا يمكن كنا مفتقدين المناقشة ومناشة السلبيات ومناشة الإيجابيات في الآخر أي حد بيتكلم هو بيبغى مصلحة النادي صحيح بشكل كبير يمكن شوفنا مباريات حتى في كورة القدم كنا بنتعرض لبعض الأشياء سواء التحكمية أو غيره ما كناش من التكلم خلص وصلنا لغاية مرحلة معينة خلاص لازم في وقفة بقى في وقف بعض الناس يعني كان في الرياضة بيقولك هو الموضوع كله التوقيت امتد شوت الكورة امتد باسي هو التوقيت فبعض الناس تقول التوقيت بتاعكم يا جماعة في الشوت بطيء لا بالنسبة لك انت شايف بطيء بس انت مش جوال ملعب على فكرة مش واخدين بلهم ده النادي الأهلي وعنده قيمة متقاليد وأسس محددة وانه مجلس إدارته المحترم على رأسه كمان شخصية زي كابتو محمد خطيب اللي هو كان يعني كاللعيب 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 في تقديري دون مبلغة يعني ودون نفاق افضل من لمس كرة القدم في تاريخه وكان رقم عشر عارف يجيب الجنة لا هو طبعا هو بس بعض الجماهير وبعض أعضاء الجماعة ومية شايفة مثلا ان في لازم يتخذ القرار ده في التوقيت ده لازم دلوقتي انت برا الموضوع لو قعدت على الكرسي وشفت الموضوع من زاوية أوسع شوية هتلاقي لأنت هتأخر أكتر كمان من القرار اللي كنا هنأخذه فلازم تشوف أبعاد الموضوع عناصر الموضوع ظروف الموضوع وفي الآخر احنا لا نبغى شيء وما همناش أي شيء غير وصلحة الكيان وصلحة الكيان كان في بعض المواد الخلافية أو بنود داخل هذه المواد لأنه أحيانا فيه مادة بتتكون من أكتر من بند يعني شفتها ازاي قصة التعيين الثاني في عدم مجلسة الإدارة موضوع 8 سنين اللي مصر ركبت محمود الخطيب على واضح وإنزام نفسه رغم كم المقترحات اللي وصلت الحقيقة ورفض اللجنة المركزية ونقول له سيب الجميع العمية حر يعني حظك ربنا نديك الصحة هتقعد 14 هتقعد 8 بيبقى في النهاية قرارك لكن قرار الجميع العمية كمانا هتنتخب جوهر نبيل دورة أو ما تنتخبوش دورة أو تنتخبو دورتين أي حر آه يعني ما أشفي حاج هل هذه مواد فعلا خلافية بشكل كبير وإزاي شايفها أنت بوجد نظرك شخصيا شوف يعني يعني موضوع التعيين في مجلس الإدارة يعني الحقيقة معظمنا كلنا ضده لأن في الآخر اللي بيقر آه مين يبعوضه مجلس دارة النادي الأهلي هو أعضاء الجماعة ومية بتاعة النادي الأهلي ما يكونش فيه حد تعيين ولا حتى مجلس الإدارة لا أنا أنا كعوضو جماعة ومية أقول مين اللي يدير النادي بتاعنا أو مين ما يديرش نادي بتاعنا فده شيء آآ كان مهم جدا وخدناه بصراحة كنا موافقين عليه ومعظم زي ما قلت أبي كده في البداية اللي احنا معظم البنود كلها اللي جات لنا بتعديلها وافقنا عليه وتم سغلاتها قانونيا إنما في حاجات مثلا كان بيحصل فيها مشاكل كبيرة جدا ومش نادي الأهلي عانا فيها بس لأن ده كمان آآ كتير زي موضوع العضوية العاملة والعضو الغير عامل وتجاوزت واحدة ما كانتش عندها العضوية خالة العضوية اتطلقنا راح تهيا متجاوزة واحد تاني غيري والدتة العضوية فلا احنا الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي صاحب العضوية العاملة يبقى صاحب العضوية العاملة لو تم الانفصال لقدر الله نعود إلى سراتنا النهاردة اللي اكتسب العضوية هيدخل عضو تاني وهو بيدخل العضو تاني يدفع خمسين في المية من قيمة الاشتراك من قيمة اشتراك العضو التاني مش اشتراكه هو اللي اكتسبه قيمة اشتراك الجديد يعني مثلا لو ميج على سبيل المثال يعني لو عضوية النادل لوقتي تلتمية وخمسين ألف جنيه بقىها هيدفع مية خمس سبين اللي هيدخله مش ليه هو هو خلاص اكتسب العضوية اكتسب العضوية وبقى عضو عامل لما يجي بقى يدخل واحد تاني لأ يبقى كده ده يعني كلام ده حصل فيه تجارة كنا لسه بنتكلم حالا مع اللواء جمال مرسي والمشار جمال الحاوي في القصة دي انه فعلا فيه بعض الناس كانت بتبحث عن زوجة تكون او بنت عضو في نادي تفصل عن أسرتها يتجوزها ياخد العضوية ويتحول هو الى عضو عامل وهي الى عضو عامل واحد يحدث طلاق ياخد هو رقب العضوية بتاعها كانت بيحصل بيزنس كان بيحصل فيها بيزنس تم اخاف الكلام ده بشكل كبير طيب نجي الموضوع كابتل محمود الخطيب والثمان سنين على المستوى الشخصي انا ضد الثمان سنين واحنا شفنا لما طلع قانون الثمان سنين الاتحادات كلها والاندية كلها حصل فيها ايه صحيح مشاكل مش طبيعي ليه لان النهاردة ماينفعش تشيل الخبرات زي الرياضة هي برضو الادارة زي الرياضة بالضبط انت النهاردة لو يكون عندك فريق وعنده خبرات كتير هل ينفع تشيل الخبرات دي كلها واتطلع فريق الشباب او الناشئين لا لازم يطلع يرعب تتواصل ماينفعش هيحصل ايه هيحصل دروب في النتائج فبالتالي النهاردة الاحلال والتبديل هو اللي يكون موجود كابتل محمود الخطيب لما طرح ثمان سنين انا كنت متخلح هيطرحه على مجلس كل مجلس كل والمناصب يعني النائب وامين الصندوق وحتى عضاء مجلس الدارة كل الناس لكنه قال الرئيس نا قالك لا الرئيس احنا حتى استغراب ليه كابتل محمود يعني خلي الناس زي ما انت كلنا عضاء الجماعة ومية هي اللي بتقرر تكون موجود او مش موجود نفس الكلام حقيقي بتقررش فاصر اصرار الشريط وحتى في اللجنة المركزية حتى انا كنتش موجود تم مازال متمسك او متمسك بالموقف ده وفي الاخر ادي الفرصة الجماعة ومية هتقرر على فكرة مش عاوزك كنت محمول خطيب انا مش عاوزك خلاص اربع سنين او تمان سنين مش عاوزينك تاني خلاص هي اللي تقول مش قانون يقول وده تفعيل لدور عضو جماعة ومية وتفعيل كمان ده السلوجن بتاعنا او التايتل بتاعنا عائلة النادي الاهلي انا بعتقد كابتل جور ربما انه هو طلب تقييد المجلس او جهر نبي خلاص انا مش عاوزيني رسميات لين الحياة انا كمان حابب الرافع الوحوار وكمان توصل الرسالة انا معرفش يعني هو ما قالش وجد نظر ايه بس ربما يعني قد يكون هذا الكلام خاطئ وقد يكون بعضه صحيح يعني انه ربما فكرة كابتل عمود خطيب انه ما قيدش امين السندوق ونائب رئيس النادي واعضاء المجلس انه لسه بيكون في عنفوان عطاءه العضو او المناصب الاخرى اما الرئيس فبيكون اكتسل خبرات كبيرة جدا بعد ثلاثين اربعين سنة عمل والسن مثلا ربنا دير الصحة وطلت العمر فوق الخمسين فوق الستين فشايف انه في هذا التوقيت انه رئيس النادي يعطي ثمان سنين فيعني هذا افضل عطاء واقصى عطاء وما درش يدي اكتر من كده فقال ابدأ بنفسي ربما يكون تفكيره بهذه الطريقة شريف لكن ما درش يقيد باقي المناصب على اعتبار ان انتو لسه شباب وعندوك عمر طويل تاخده في خبرات وتقدروا تفيده النادي انت بتحب الملعب الدايئة ولا ملعب الوسعة انت يعني انت كلعب لو انت نزلت الملعب النهاردة تحب المدرب يعمل لك حدود يقولك اجري بس في الحتة دي ولا يقولك الملعب مفتوح اجري واللي يسبق هو الاول انا بحب الملعب مفتوح متأيدنيش بحاجة النهاردة انت عارف انت عارف يا شريك بكرة في ايه صحيح لأ البكرة ممكن نكون في احتياج لكابتما محمود الخطيب بكرة ده وهو بعد ثمان سنين الله هو اعلم صحيح من الممكن النهاردة مش بحتاجين كابتما محمود خطيب كمان ثمان سنين مثلا ثمان ثمان سنين النادي الاهل بكلم مش احنا كافراد بكلم عن النادي الاهل انهم نتكلم ونهاردة خلونا نطلع لتقرير سريع وأعود ثاني للزميل والصديقي العزيز جوهر نبيل لأعود مجزارة النادي الأهلي نستكمل معاه هذا الحوار كتلاجنة الرؤاد المجتمع النهاردة في النادي الأهلي المدينة نصر لمنقشة رؤاها ومقترحتها بخصوص تعديل اللايحة أعود إليكم بعد هذا التقرير بيتبعت لكل الناس للجان كلها في التقرير نحاول على قد مجزارة نوصل لأكبر عدد ممكن من الأعضاء ونتفاعل معهم عشان الناس تقول رأيهم هو دي ده اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع دستور وقانون للنادي الأهلي فعلا بيتكلم باللسان حال العضو جماعه ما الحاجة جهد جبار الحاجة كمان للجان المختلفة واللجنة العليا بقيلة الأستاذ محمد يوسف ومع المجموعة هيلة سواء ريهم طبار وليد مبروك في الشباب الدكتور عزة في المرأة لجنة الرواد أميرة موحي هل واحد فخور بكل عيلة الأهلي يعني شبابا وروادا بيبقى فخور بالنادي الأهلي وكمان رسائل كمان للجيل الجديد ان انت الانتماء والولاء قيمة كبيرة جدا نادي الأهلي كبير وسابقى كبير بأبناءه وبجمهوره العظيم اللي دايما وقف في ظهره وعايزين كده الألاف ان شاء الله تحتشد في مباراة يعني الحرية يعني الغيني يوم 22 سبتمبر ان شاء الله في اتصالات الآن بين إدارة النادي الأهلي والأجهزة المعنية في الدولة المصرية بشأن تحديد ملعب المباراة وساعة الاستاد وان شاء الله يكون حضور رائع ويعبر النادي الأهلي هذه المباراة وصولا إلى دور الأربعة بإذن الله كابتن جوهر ونسعد جميع أن ترجع لنا كمان من أبي جان مع فريق اليد ببطولة الأندية الأبطال شاء الله ربناك شرفتيني وبشكرك وفي الختام بقى الاستوديو بتاعك أنا أضيف عليك هنا لا بالعكس في الختام أنا بس بوجه زي ما كنا في أيام الانتخابات احنا بالنسبة لنا دي كأنها بالضبط انتخابات مش مكسب وخسارة ولكن شكل النادي الأهلي قيمة النادي الأهلي المبادئ قيمة بتاعت النادي الأهلي بقول لك عضو جماعة ومية زي ما شاركت في الانتخابات وقلت مين هيدير النادي الأهلي احنا النهاردة بنقول لك أو أنا بمثل مجلس إدارة هنا على الترابيزة مع الأستاذ شريف فؤاد بقول لك من فضلك انزل قرر وقول صوتك قول رأيك أو لا على فكرة مفيش حد هيقول لك انزل وافق لا انزل شارك فيه فرق ما بين انزل وافق وانزل شارك فاحنا بنقول لك انزل شارك وعاوزين نشوف المشهد أو قريب من المشهد اللي احنا شفناه في الانتخابات نادي الأهلي نادي كبير نادي عظيم قلعة كبيرة تستاهل نزول عضو جماعة ومية بشكل كبير وهو خاطرة الرياضة في مصر وعرام العربي وافريقيا زي ما حضرتك تفضلت في النهاية هيكون عندنا لائحة مثالية حقيقة تبقى للقانون ونظرا لاجتهاد كل عائلت الأهلي فيها بقي ان السابع بعد دمانة أمومية يتوجهوا صوب الجزيرة ان شاء الله 28 ستمبر معقل نادي الأهلي للتصويت عليها شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعة ورد ويفي الكريم سيد جوار نبيل عوض مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الفاصل نستكمل فقرات الأهلي الليلة والعزيز الزميل عمر ربي أهلاسي ترجمة نانسي قنقر